السلام عليكم فراخ متبهرة تاخد منها أحلى مرأة بدون ولا نقطة مية طول عمرنا بنسلقها غلط شايفين المرأة بتاعت الفراخ راحتها خطيرة وطعمها يجنن شايفين الجمال هتسلق الفراخ في البرطمون كده حاجة في منتهى الجمال والروعة وسهلة جدا مش هتاخد منك وقت خالص في التجهيز أحلى مرأة بجد بدون ولا نقطة مية شايفين جمال الفراخ بتاعتنا دايبة ومستوية وحلوة وطرية جميلة جدا شايفين تحفة جدا جدا الفراخ بتاعتنا أما بالنسبة للمرأة بقى حاجة كده بجد في منتهى الجمال لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو فراخ دايبة ومستوية واللحم لونه أبيض شايفين جميلة جدا 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 ما خدتش مننا أي وقت في التجهيز وبجد بدون ولا نقطة مية بكل أمانة يا جماعة هتاخد أحلى مرأة للفراخ بالشكل التحفة جدا ده وبدون بقى كركبة حلل علب وتجهز ولا أي حاجة خالص شايفين المرأة خطيرة يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة والمقادير يلا بينا على بركة الله أهم حاجة كده ببدأ كده أجيب الفراخ بتاعتي تكون مخصولة حلوة ونضيفة ما فيهاش أي حاجة تخسليها كده بدقيق وملح تخسليها بطحينة أهم حاجة ما يكونش فيها زفارة تنقعيها في محلول النقع وملح وسكر وكده معي هنا الخضار طماطم وبصل وفلفل أخضر التوابل حباية واحدة حبهان فتحها كده وشوية لوري فلفل أصمر بابريكا كركم كاري سبع بهارات تمام وشوية جنزبيل وقرفة تقطعي بقى الفراخ التقطيع اللي تحبيها مقطعها على أربعة ومقطعها على تمانية القطع بتاعتك زي اللي نسبك بصبت تعمليه تمام أهم حاجة الفراخ بتاعتي كانت مقطع كده ونشفة وزي الفل نزلت عليها بالتوابل والحبهان واللوري كده وقلب بقى كده بالملح بكل حاجة حطينا الملح هنا بدري كده في الأول كل حاجة كده إيه بشتغلها قطع الفراخ بتاعتنا مقطعها على تمانية بالشكل ده القطع بتكون مناسبة ومتوسطة حجمها حل تمام جدا نقلب بقى كله كده عم ناشف ويا الملح والتوابل واللوري وفص واحد من الحبهان خلاص إذا عندك وقت بقى بتسبيها كده نص ساعة ويا التدبيل ما عندكيش وقت عادي اشتغلي على طول ما فيش أي مشكلة بجيب بطرمان كبير كده بالشكل ده تمام ببدأ بقى إيه أحط فيه الفراخ وشوية الخضار البسيط خالص بتاعي ده بكل أمانة يا جماعة ما حطتش ولا نقطة مية ويا الفراخ دي وهتطلعي أحلى مرأة منها خطيرة بجد رهيبة تمام ببدأ حط قطع فراخ شوية خضار بالشكل ده طبعا بقى الفراخ بتاعتي هنا متبلة ومتبهرة واخدى الملح بتاعها يعني مش هحتاجي إننا نفتح عليها ولا حط لها ملح ولا حط لها أي حاجة هي هتدخل كده في البرتمان كده بالتوابل بتاعتها والبهار والملح وشوية الخضار ونقفل عليها تمام جدا بالشكل ده شايفين كده الخضار هنا أنا ما حطت لهش ملح ولا توابل ولا حاجة هو هيتشرب من الفراخ بتاعتنا شايفين كده بالأجنحة بقى بكل حاجة يعني بنسلق فراخ عادي جدا فبحط كل حاجة كده كل قطع الفراخ في البرتمان بالشكل ده أيوان عادي ما فيش مشكلة إن احنا نضغط عليه كده ونكبسه ياخد معانا أكبر كمية تمام وحط بقى شوية خضار كده على الوشي كده كان محباية طماطم كده مقطعها شرايح وبصل فلفل أخضر تمام زي الفل كده البرتمان بتاعي اتملا للآخر طبعا لو عندك برتمانات أكبر كمان بتعملي ممكن تعملي ببرتمانين اتنين تمام بجد ندمتي إن أنا ما جربتش الوصفة دي من زمان من جمالها الفراخ بتطلع معاك تحفة جدا جدا مش محتاجة تتحمر ولا تتحط في شوية ولا أي حاجة بيبقى لونها تحفة جدا زي ما شفناها في أول الفيديو خلاص كده برتمان الفراخ جاهز معايا يدخل الفرن أبدأ بقى أجيب اي فويل وأغطي أهم حاجة يا جماعة علشان البرتمان ما يجرلوش حاجة ما تحكميش الغلق قوي يعني غطيه وسبيله إيه حاجة كده تتهوى منها وهو بيخلي زي ما أنا هعمل كده شايفين يا دوب بنزل بس الفويل كده على جدار البرتمان بالشكل ده تمام شايفين كده منظر بقى الفراخ والخضار حاجة تحفة فراخ متبلة ومتبهرة خطيرة بيدخل بقى البرتمان بتاعي بحطه على أول رف مباشر للنار على طول من تحت وبسيبه بقى ايه لمدة نص ساعة تلت ساعة حلوة قوي الفراخ هتكون مستوية معاك مش هتاخد وقت أكتر من كده يعني لا ساعة ولا أكتر هتلاقي بقى البرتمان بيغلي كده في الفرن والريح هتطلع تحفة جدا هتتويه بقى في حدود زي ما قلتلكو نص ساعة تلاتين دقيقة تحفة جدا 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 يا جماعة جربوها بإذن الله هتنبهروا من نتيجة شايفين جمال الفراخ هنا خدت كده نص ساعة في الفرن وستويت شايفين بقى المرأة دي واضح كده المرأة واضحة كده أنا طبعا لكنت حطيت مادة دهنية ولا حطيت مية كل ده نزل من الفراخ ويا شوية الخضار اللي احنا حطناهم نزلت كل المرأة اللي فيها والمية بتاعتها وكمان نسبة الدهون اللي باينة كده على الوش المادة الدهنية دي دي من الفراخ نفسها حاجة كده تحفة إن شاء الله تجربوها النتيجة هتعجبكو جدا وكمان ممكن تعتمدوها وتبطلوا بقى كركبها على البتجاز من فوق وكل حاجة كده نسويها في الفرن أنا نزلت معاكم بارح ورق العنب وكان واضح كده إن أنا كنت مساوية مع الفراخ دي في الفرن فأنا خلاص كده نزلت وصفة ورق العنب في البرطمان ممكن بقى تعملي المحشي والفراخ وترسي في الفرن تعملي اللحوم بقى والحاجات بتاعتك الحلوة كده واي أي أكلة مقارونة أي أكلة في البرطمانات كده ورسي في الفرن ولا كركبها بقى على البتجاز ولا أي حاجة شايفين المرأة نزلت زي يا جماعة شايفين لونها ريئة جدا حلوة قوي ريحتها كانت رهيبة وأنا بفضي البرطمان أهم حاجة كمان بنعمل البرطمان بتاعنا معاملة البيركس يعني ما يطلعش من الفرن ونحطه على سطح بارد كده على رخامة ولا حاجة لازم يتطلعي بالصاجة بتاعته يتحطيه على شيالة كده بالشكل ده لون الفراخ رهيب أنا معجبة جدا بلون الفراخ شايفين بورها لكو كده وهي جوه البرطمان من جوه لون الفراخ طحفة وهي متبلة كده وحلوة بجد لما يحتاج أن هي تتحمر ولا تتحطي في تحت شواية ولا أي حاجة تكليها كده زي ما هي مبهرة كده ومتبلة كأنها نفس لحمة نفس الفراخ اللي بتكون موجودة في الأفراح طحفة شايفين الشربة ريئة جدا جدا ريحتها خطيرة طعمها طحفة طبعا متملحة بقى وكل حاجة نزلة كده من الفراخ بتاعته طلع بقى بقى تقطع الفراخ من البرطمان بالشكل ده ممكن بقى تحطي الشربة في بلات صغيرة والفراخ كده تحطيها في سرفيس كده كبير بنفسها زي ما هي كده بدون تحمير ولا حاجة يدوب بس بتزينيها بشوية بقدونس او قصبرة خضرة وتحطيها كده في البقى التقديم وتقدمي كده أكل سهل كده ولذيذ في دقايق كده وبتكون يرسى كله في القلب الفرن برطمان وتحطيه في الفرن تحفى جدا الفراخ كمان بتاعتي دايبة ومستوية دايبة دوب بجد حلو قوي واخد سوى تحفى جدا في الفرن شايفين جمالها حاجة كده عسل لما تجربيها بجدها تنبهر والنتيجة تحفى جدا جدا شايفين جمال الفراخ ستهلة جدا بالشوكة كده بتدخل فيها في منتهى الجمال زي ما قلت لك لون الفراخ حلو قوي مش محتاج تحمير ولا اي حاجة احلى مرأة بقى تخديها كده حطناش مية ولا حاجة دي نزلة من الفراخ نفسها من شوية الخضر اللي حطناهم متتبلة ومتبهرة شوية مرأة في منتهى الجمال والروعة ان شاء الله ما تجربوها هتعجبكو قوي قوي دايما هتعتمديها دايما دا انها سهلة وبسيطة او كمان الطريقة لذيذة جدا اما تعبي كله في البرطمان كده وتحطي في الفرن يا سلام حاجة كده في منتهى الجمال والروعة وبالها انا اشوفكو الفيديو الجاي على خير باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر